السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكلم في محاضرة النهاردة عن تلات مواضيع مختلفة هنبقوا هما المدخل بتاعنا مين للفايف جي تمام كده هناخد اول موضوع بتاعنا اللي هو اسمه المليميتر رويف نوعه جديد باندي جديد الناس كلها هتحاول تشتغل عليه هنشوف ليه روح نالو يعني اصلا مليميتر وايه المميزات والعيوب اللي فيه تمام كده تاني حاجة ناخد ما يسمى يعني ايه كلمة اللي احنا لما احنا قبل اكتف الفيديوهات بتاعنا عليها تمام كده هناخد حاجة برضو اسمها وكنا بس خدنا ببساطة قوي كلمة اللي انا بربط البعضها وبربط البعض وبربط البعض وبربط البعض بمين بالكور نتورك اول موضوع هنتناوله النهاردة في محاضرتنا اللي هو ايه 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 هو المليميتر ويف كوميونيكيشن ايه هو رينجر مليميتر ده اللي احنا رحنا له جديد وروحنا له ليه الريفرنس بتاعنا قدام حضراتكم بحيث ان اللي عايز ايه يستعين بيه الريفرنس محفرم جدا في الموضوع تمام كده اسمه فايف جي موبايل اند ويردس كوميونيكيشن تكنولوجي بحث منشور سنة الفين وستاشر تبع كامبردج يونيفيرستي بنتعرف بس عن ايه هو المليميتر ويف فريكوانسي باند هنا بيعرف فاكرين محاضرة الجي اسم لما شفنا البندين بتاع الجي اسم كنا عندنا تلاب بندات اللي هو ايه تمام كانت تسعمية والف وتسعمية والف وتمنمية كان في ملحوظة كده قلناها قلني ايه ساعتها فاكرين احنا فاكرين الكلام ده فاكرين الناس كلها لما بتروح لبندات جديدة اكيد بتروح لبندات العالية اللي هي كام اه اه بيطلع فوق كل ما نكون عايزين فريكوانسي بنطلع فالسبكترم فوق تمام كده فالرينج اللي الناس بتتكلم عليه دلوقتي ده من تلاتين جيجا لتلتمية جيجا هرتز تمام كده اولا بقى بيقول للفلوسطي بتاع الفلوسطي طبعا سابتة تلاتة فعشرة قصة تمانية متر في الثانية يبقى انا لو انا عايز اعبر عن 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 مليميتر ويف بويف لينس هقول ان هي المليميتر ويف هاف ويف لينس بتوين عشرة مليميتر لواحد مليميتر لما نيجي نشوف بقى دلوقتي كان هي ايه ها كنا جانجل الرابع بتاعنا تمام كده كان الالي تي اي اللي هو كان لحد كام كنا اتنين او اتنين او اربعة من عشرة جيجا هرتز تمام كده كده ان الاapp Black Group الجديد بقي اللي احنا بنتكلم عليه من ثلاثة جيجا لحد ايه ها تلاتين جيجا هرتز ومن ثلاثين جيجا هرتز لحد تلتمية توست Tel softer تمام كده من ثلاثة جيجا لتلتلاتين جيجا فهم سمو Bund S Meta في فصل تع�� ويف hinوا إيمس down S MEE preparation انما من ثلاثين جيجا لتلت HmM gradient مليمتر ويف لان زي ما هو وضعوا قدام حطارياتكم هاا بتاعها من كام بتاع المليمتر ويف من عشرة مليمتر لواحد مليمتر تمام كده فانت ممكن تعرف المليمتر ويف من كام ها من تلاتين جيجا لتلتون جيجا هيرتز او من عشرا مليمتر لكام لواحد مليمتر تمام كده? وطبعا هنا بيقول لك الفوكس في الفايف جي يعني كله مركز على كام رايح تورد مين بس السهمة رايح فين كده? رايح في اتجاه مين? رايح ماتجاه المليميتر ويف. تمام كده? كل الناس او ال 5G راحين في اتجاه مين? اه المليميتر ويف. ده بس كنا عايزين نبرز اهمية ايه? ها? المليميتر ويف. تمام كده? ليه بقى رحت للمليميتر ويف? تمام كده? اولا دلوقتي انت لو انت يعني ببساطة اوي اوي اوي. انت ايه الفرق انك تشتري قطعة ارض في مدينة? وانك تشتري ايه قطعة ارض ايه? في الصحراء. قطعة الارض في الصحراء دي ببساطة اوي. بيتبقى انت لما بتشري ارض في الصحراء بتبقى انت كده بتبعد عن الايه? ها? بتبعد عن الزحمة. صحي كده? بتبعد عن الزحمة. انت كده بتبعد عن الزحم عموما. فنفس الكلام ده بينطبق على الكميونيكيشن. لما دلوقتي انا اروح للمليميتر ويف باندي جديد لسه محدش اشتغل فيه. فاقدر اعمل ايه? انا كده هكون بعيد عن الدوشة والزحمة. بعيد عن الدوشة والزحمة في الكميونيكيشن عندنا يعني بنويز اقل. يعني عئلة. يعني الدوشة. احنا بنتكلم ايه بالبلد كده? البيت بتاعنا مثلا في منطقة هادية. يعني ايه يعني ما فيهاش دوشة. يعني ايه في الكميونيكيشن? يعني مفيش ما فيش شوشرة. مفيش ما فيش يعني عارف انت الناس الحشرية دي. مفيش عالية. تمام كده? بي اوي كون ان انت اصلا تطلع من النطاق الضيك او البندات الضيك او البندات المزدحمة ده بانجاز في حد زياده تمام كده الميزة التانية ان انت بتعمل ايه والله لما لما اطلع لما اكون مسلا شغالة عندي اثنين واربعة من عشرة او اثنين جيجي هيرتز زي اي سيستم موجود قبل كده كان البندويتس اللي انا مسموح اخده قليل لا ده دلوقتي هاخد بندويتس كبير جدا لان احنا قلنا المبدأ بتاعنا لما تشغل من ما ايه في بند الميكرو المليمتر اللي هو من 30 جيجا ل3200 جيجي هيرتز ده رينج ريффريقوانسي اعلى بكتر من مين من جي اس ام واليو ام تي اس والواي فاي والواي ماكس يبقى اكيد مية في المية هاقدر احصل على البندويتس كبير اكبر من اللي كنت احصل عليه في القلناة احصل عليه في جي اس ام او الي وام تي اس او اي التي اي تمام كده ولما اقول جيف هاي بانداويتس يعني ايه? يعني اقدر ازاود اللينك كبستي. اللي هي كبستي. ممكن نزود السيستم كبستي. طمام كده? النوع التالت او الابليكيشن التالت اللي هو هنا بيقول لي ايه? هاي داتا ريت. طمام كده? يعني ايه بقى هاي داتا ريت? هاي داتا ريت. موضوع وضع طبيعي. ما انا اصلا في المرحلة اللي قبلها جبت هاي باند ويتسي بقى وضع طبيعي ان انا اقدر احصل على مين? على هاي داتا ريت. طمام كده? في ميزة هنا كمان اوبنج نيو الكترونيك اندستري. يعني ايه اوبنينج نيو الكترونيك اندستري? دلوقتي هو الناس بتوع الكومينيكيشن شغالين لوحدهم. لا لما يشتغل على باند هيبدأ بقى يتكلم الناس بتوع الالكترونيكس والشركات اللي هي بتعمل اه مثلا الالكترونيك سيركيت والالكترونيك ديفايس اعمل لي والله هاندي ست عدة هتشتغل عند تردد كذا كذا. عايزين بنطور بتاعها والفيزيكال بتاعتها والانترنات بتاعتها ان هي تشتغل عند الباند الجديد. فتقريبا بيفتح كده ايه بيفتح مجالات عمل وفرص عمل لناس تانية مش لازم يكونوا كومينيكيشن ناس بيخدموا على كومينيكيشن او ان هم برضو مستفيدين من النهوض بالكومينيكيشن. اوبنج نيو الكترونيك اندستري هتلاقي صناعات الكترونية فتحت هتفتح فرص عمل هتفتح مجالات كتير هتفتح اسواق كتيرة للناس تتنفس فيها. ده مرتبط بمين بان انا روح لباند جديد لان شركات الالكترونيكس كلها هتبدأ تطور نفسها تعمل الالكترونيك ديفايزيز والكتريكال ديفايزيز تشارع عند التردد الجديد بتاعي. تمام كده? تاني حاجة فيه نوع فيه ميزة هنا كمان تخيل انت كده في جي اس ام او اليو ام تي اس انا بروح اشتري باند من تنظيم الاتصالات في باند الناس كلها شغالة عليه. او اه نعم هو هيديني باند فاضي بس ممكن يحكمني بالباند. قولي ده الباند ده هو اللي فاضي عندي وخلاص. ليه? والله الباند اللي قبلك يا بشا مجهول والباند اللي بعدك برده مجهول. تمام كده? انما لما انت تروح لباند جديد فانت ممكن تشتري باند ويتس براحتك. ما الفرق انك يعني ايه الفرق انك تشير يا تقعد ارض في وسط البلد وانك تشير ارض في الصحراء. ا否 تشتري على ارض في وسط البلد هتلاقي مساحات محددة. كمان مية وسبعين مية وخمسين متر مساحات. انت غصب عندك محكوم بها. ما فيش غير كده. انما لما تروح تشتري اللي على الصحراء. لا انت هتقدر تشتري مساحات. لانها كلها فاضية. تمام? هتشتري مساحات زي ما انت عايز. والدولة كمان هتشجعك انك تشتري فيها لان هي عايز ايه ها عايز اتعمر فيها ومش كده وبس هتلاقي السعر الارض هناك كمان ايه رفيص تمام هي ارض فادية تمام كده فده هنا كمان يعني لما تروح ده باندي جديد لسه ما حد تشتغل عليه فتقدر تشتري زي ما انت عايز وكمان محدش هتلاقي المنافسين في المنافسين مش مقدرش اقولك ان ما فيش منافسين لا ده فيه منافسين بس قليلين فيبقى عندك قليلة الانترفيرنس عندك قليل الايه السيكورتي عندك ايه كبيرة تمام كده الملميتر ويف دي فيها ميزة وعيب الميزة بتاعتها ان انا بس عيبها ان هي بتبقى ضعيفة ما اقدرش اوصل لرينج كبير ده في الكمنيكيشن يعتبر عيب بس في السيليودر سيستم يعتبر مش عيب ليه لان انا اساسا نفتكر لما جدنا نتكلم عن الواي ماكس والالتي ايه قلتلك رينج الواي ماكس يمتد الخمسين كيلومتر والالتي ايه تمتد الميت كيلومتر ولكن انا مستحيل اعمل خمسين كيلومتر او ميت كيلومتر عشان الميليميتر ويف كومنيكيشن مايقدرش اصلا يوصل ليه لهاي رينج مايقدرش يوصل لمايقدرش يوصل بس دا يعتبر عيب ولكن في السيليودر سيستم يعتبر مكوش عيب لان انا كده كده هعمل حجم السل ايه صغير تمام كده? فهنا ايه بيقول لك? لما تستخدم الملي متر ويف كميونيكيشن انت كده كده غصب عنك هتعمل ايه حجم السل صغير? لما قلل حجم السل يبقى انا عملت بار افشانسي في الهند ست عملت بار افشانسي ايه? في البيزي ستيشن لان اقربت الترانسيمتر من رسيفر تمام كده? عملت تمام كده? وعملت حاجات كتير اوي ممكن ايه نرجع لالفيديو بتاع المحاضرة الاولى ونسترجعها مع بعض ان هو ايه? تمام كده? في اوبشان تاني كمان تمام كده? الملي متر ويف كوميونيكيشن ده بيحصل عند تردودات عالية جدا جدا. لازم تتخيل ان عند التردودات العالية ديزاين لاي الالكترونيك سيركيت بيكون صعب. الالكترونيك سيركيت ديزاين is very difficult at high frequency الا الانتنة. كل شيء صعب في الهاي فريكوانسي الا الانتنة. عند الهاي فريكوانسي بيبقى الديزاين بتاعها سهل وابتبقى ايه? ها? السايز بتاعها قليل. وايه? ها? ولو سايز كمان. فهنا بقول لك الانتنة الري ديزاين is very easy. يعني ايه انتنة الري ديزاين? اقدر اعمل ايه? ها? اكتر من الانتنة عند الترانسيمتر واكتر من الانتنة عند الري سيفر. تمام كده? قبل كده كنت انا محكوم بايه? ها? بعدد الانتنة عند الموبايل ماكسموم اتنين. لأ دلوقتي ممكن ايه? في الملي متر ويبقى اعمل اكتر من اتنين. لان ايه? الهاي فريكوانسي ده. هيخلينا انا اعمل ايه? ها? ها? ها اشتغل براحتي. تمام كده? وايه? ها وبرضه اه حجم الانتنة هيكون صغير. تمام كده? طيب الشريحة اللي فاتي دي كنا بنتكلم فيها عن ايه? كنا بنتكلم فيها عن مميزات الملي متر ويف. تمام كده? دلوقتي بقى ده الديس ادفانتش. هل الملي متر ويف كلها ادفانتش? ما فازدش الديس ادفانتش? لا ده زي اي حاجة في الانتنة فيها مميزات وعيوب. تمام كده? اول عب فيها احنا قولنا قبل كده اللاين اوف سايد كومينيكيشن ان الايه? الترانسيميتر اللي تنقنتنة على خط واحد وشايفين بعض فالمميزات اللاين اوف سايد كومينيكيشن ان الباصلوس اقل ما يمكن. لا. هنا عايز يقولك ان حتى لو فيها اللاين اوف سايد فالباصلوس عالي. ليه الباصلوس عالي? منطق لان الهاي فريكوانسي عالي. الهاي فريكوانسي بتاع الملي متر ويف. تمام كده يؤدي ان الباصلوس عالي. مش الباصلوس قلنا بقى في المسافة وفونكشن في الshots. لما بتزيد اه او المسافة بتزيد اللي برنامج 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 عندماираق لتمامج برنامج sheriff. لعي او فيبقى وضع طبيعي ان هايكون عالي جداً جداً طيب. تاني حاجة قولنا احنا قبل كده كان فيه حاجة اسمها انه هو انه لما الاشارة تكون عند بتاعها قليل جدا جدا. لما الاشارة دي وهي ماشى في الهواء ممكن تقابل زرات غبار زرات ساني اكسيد الكربون اي جسيمات زغيرة دي ممكن يحصل لها يعني يحصل للاشارة او يحصل لها فده الاشارة تمتص بالكامل يبقى البصلوس اعلى ما يمكن لما كنا بنشرح قولتلكم مش هنقدر نفهم ده بالتفصيل الا ما نروح عند العيب التالت اللي هو بقول لي يعني ايه الكلام ده فاكرين زمان كان فيه حاجة اسمها طمام كده يعني ايه تصطدم بجدار او بمبنى حجم مجبير فتنعكس كلها بس يرجع ايه ترجع للرسيفر تاني لأ النهار ده بقى الجسم الكبير ده تمام كده لو اشارة المليميتر سقطت عليه هيحصل لها سكاترينج هيحصل لها يعني مزيج من والسكاترينج ليه لان الجدار ده مش هيبقى سموس هيبقى فيه اي انت متحسش بيها فاشارة المليميتر ضعيفة هتقدر ايه ها تيجي عندها مش يحصل لها ده يحصل لها ده ويحصل لها ايه ونرتب كده الاشارات مع بعض قلنا اقوى اشارة توصل اللي هي مين الاضعف منها شوية الرفلكتد الاضعف منها شوية الاضعف منهم كلهم مين فلما يكون الشيء اللي كان بيعمل لي او الجسم اللي كان بيعمل لي عند يعمل لي هنا يبقى يكيد الاشارة ايه هتوصل ضعيفة جدا جدا عند الريسيفر تمام مش كده وبس ده حتى لو فيه في برضو باسلوس عالي قوي اللي هي البوينت اللي احنا ايه اتكلمنا عنها زي ما الاشارة ضعيفة بتصطدم باي حاجة بتبقى ضعيف لانها هاي فريكوانسي فممكن يحصل لها بلوكج من هندس بيبل بيلدنج اي بيلدنج اي جدار او اي بيلدنج ممكن يحصل لها بلوكج يعني بلوكج يعني ايه يعمل لها شيدونج يعمل لها توتال ابزورب يخلي الباسلوس ما لا نهاية ممكن من اي بيلدنج من البيب والنفسهم ممكن لو لو صدمت بانسان البيب والنفسهم ده وانت بتعمل مكالمة في الشارع خلاص يعني لو انشارة لو انت مفيش قوي بينك ومن اللي شغالك مليميتر ويف يبقى الاشارة ايه خلاص كده مش هتوصلك خالص بلوكج ايدك نفسها وانت ماسك العدة بتاع الموبايل بتتكلم لو انت ايدك جات على انترنا بغصب عن غصب عنك كده تمام كده يبقى اللي بيحصل بقى برضو اشارة مش هتوصلك خالص تمام اشارة ضعيفة جدا 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 تمام كده تاني حاجة الجماعة بتقول الالكترونيات زي ما احنا قلنا من شوية ان في المليميتر ويف انا بطلع لباند جديد وتردودات عالية جدا جدا تمام كده يبقى لازم الناس بتقول الالكترونيات يعملوله الدوائر اللي تخدم علي وتقدر تساعدني ان اعمل بتاعي سي موس اللي هو كومبيلمنتري موزفت سي موس كومبيلمنتري مصفت وده اساس اللوجيك جيتس كلها الكده كلها اند و اور والنند والاكزور والكلام ده كله مؤتبدا على الحاجة اسماها موزفت ميتال اوكسايد سيميو كوندوكتور تمام كده تمام كده كومبيلمنتري موسفت تمام كده ديزاين موس سير كت ده عند بيبقى هاي كوست بيبقى صعب جدا بيبقى تمام كده الجزئة اللي بعد كده ايه هي الفيز لوج دي لوب ده نفتكرة لما اخدناها في بتاع الام سيستم كنا سمينيها تمام كده واخدناها في باسم ايه اخر محاضرة في الديجيتال نبهنا على كلمة اللي في وقلنا ايه ده ده ضروري عندي في الريسيبر علشان اعمل ايه اعمل او الفيز او الفيز او يحصل تمام كده برضو الديزاين بتاعها عند المليمتر ويبقى وعند الهاي بيبقى ما بتقدر ما بنقدرش نعمل حاجة ما بنقدرش نعمل حاجة بتاعها عالي ده برضو من عيوب المليمتر ويب هنا برضو نفس الكلام برضو اللي بتعمل بعمل منها عشان اقبر الاشارة اللي طالعها عند الترانسيمتر وقبر الاشارة اللي بس قبلها عند الريسيبر برضو بتبقى ما بتقومش في الفانكشن بتاعها اللي انا عايزها اللي انا عايزه منها او اللي المفروض ايه منوطة ان هي تعملوا على اكمل واجب بيبقى بتاعها قليل فيه تمام كده لها عيوب مين المليمتر ويف كومينيكيشن السؤال بيجي في الامتحان ازاي عرف ايه هي المليمتر ويف تمام كده ايه هي المميزات بتاعتها ايه هي ايه العيوب بتاعتها تمام بنقول الكلام اللي موجود في السلايد ده مش قرآن انت بتفهم من السلايد على قد ما تقدر وبتحل من المحاضرة وان شاء الله بيكون حلك ايه مظبوط وسليم يالسلايد اللي هنا بقى بتتناول ايه انا بتتناول بعض عيوب المليمتر ويف والحل بتاعها ايه بيقول لك تو اوفرقام الباسلوس والاتينواشن والسيجنال ابزور بشان مش انت قلت يا سيد ان حتى لو فيه لين اوف سايد كومينيكيشن الباسلوس بيبقى عالي وان بيحصل لها ابزور بشان لان بتاعها قليل ممكن اي زرات غبار اه زرات اكسوجين ضباب اه مطرة تمتازم مش مش تقلل الاشارة? لا ده تعمل لها لص بالكامل الحل اللي انا اعمل بيم فورمينج ان انا ابعت الاشارة بباور عالية بس ابعتها بباور عالية ازاي? لا عن طريق المالطبول انتنة اللي احنا اتكلمنا عليها. المحاضرة اللي فاتت تمام كده? وقالنا البين فورمينج ده لان اربع اكتر من انتنة عند الترانسيميتر او اكتر من انتنة عند الرصيفر تمام كده? والاكتر من انتنة دول متوصلين بحاجة اسمها دي اس بي بورو سيسور ديجيتال سيجنال بورو سيسور بحيث ان التلاتة اربعة انتنة او الان الري انتنة ممكن استبدالهم او يقوموا بوظيفة مين دايريكتف انتن وباستخدامها ليه ان انا دلوقتي بركز ارسال الباور او استقبالها في اتجاه معين تمام كده العيب التاني توقف توقف ارقام الرين فوليج اند اتموسفيريك ابزوربشن اللي هو الامتصاص او ان البسلوس العالي نتيجة للمطرة او الضباب او العوامل الجوية العوامل المناخية بعمل ايه خلاص انا كده كده غصب عني بعمل حتى لما كنت في الالتي اي والواي ماكس اللي الرينج بتاعهم كان مية كيلو متر للالتي اي وخمسين كيلو متر في الواي ماكس قلت مستحيل اعمل سيليودور سيستم الرينج بتاع الخلية كبير وقلنا ليه شرعناها اكتر من مرة فتعتبر هي هو ده يعتبر يعني العيب ده العيب المليميتر في النقطة دي بالذات يعتبر العيب في اي بس في السيليور سيستم يعتبر مش هنحس به قوي لان انا كده كده غصب عني هعمل مين هعمل السيل سايز قليل تمام العيب الثالث ان اردر تو كافر وايد رينج وايد اريا رينج بابلك لاند موبايل نتورك اند اولسو ابركام الشيدوك عشان تغطي مساحة كبيرة ما احنا قلنا لو شركة موبايل دخل على منطقة زي الجمهورية مصر العربية مش هتاخد المنطقة وتسيب منطقة تمام ده بتقسم المنطقة كلها بتسميها بابلك لاند موبايل نتورك ولازم تغطي المنطقة كلها الحل بقى ان انا نغطي المنطقة كلها وانا عايز اعمل سمول سيل سايز يبقى انا ايه ايه لغصب عني حجم ايه مش حجم السيل العدد السيلس لازم يزيد تمام كده وممكن استعم بمين بالحاجة الجميلة اللي احنا عملناها اللي اسمها ايه استينشان زارانج كوفر اوف او ورلس كومينيكيشان سيستم او اعمل ايه الترانسيميتر يدي للرلي يدي للرلي اللي بعده اللي بعده يدي اللي بعده ولي حد ما يوصل لرسيبه وكمان الرسيبه اللي ما هجي يبقى حاجة تمام يبقى ليه الاولاني التاني التالت لحد ما يوصل للترانسيميتر تمام كده? العاب الرابع تمام كده? ان يبقى اكتر من هنتستخدم التكنيكس اللي بدأت تتحرك فيها او كان نهاية الجيل الرابع تمام كده? هيتطبق هنا في الجيل الخامس والمليمتر ويف كومينيكيشن ان اليوزر الواحد مش يتخدم من واحدة لا ده ممكن يتخدم من اكتر من او ممكن يتخدم من واكتر من الاشارة ضعيفة عايزين ايه? الاشارة توصل بقدر الامكان ولازم توصله لان ايه? لعاشين يكون تمام كده? ده بقول لك الاصابع اليد نفسها ممكن تعمل للمليمتر ويف شوفوا الاشارة ضعيفة ازاي? تمام كده? الحل اللي انا اعمل اكتر من الانتنة عند البيز ستيشن واكتر من الانتنة عند المبايل بتاعي للموبايل بتاعي مش هيتخدم من مين اه من مواحدة اكتر من بيز ستيشن تخدمه مش كده وبس ممكن اكتر من و vos اكتر من و بحيس ان لو واحدة و ايتتنى هتولى خدمة ايه الموبايل ستيشن. وكذلك في لما انا اجي ابعت حاجة لcticamente تمام كده? م ممكن اكتر من تساعدني او اكتر من ريلية ساعدني في نقل بتاعي اه من ايه من الموبايل للمينes التلمين المقصودة. تمام? ايه هي بقى بتاع ايه? تمام? بتاعتها اول عندي يعني ايه? ان انا اعمل تمام كده? واعمل ايه? بقول لك ايه هنا? قال لها مش انا لما عملت تمام كده لما عملت يبقى انا خدمت مين عدد محدود من اليوزر? بدل ما اخدم ايه? الف يوزر هيخدم مية. قال للحجم السل كمان بدل ما اخدم مية اخدم عشرة. يبقى الباند بتاعي انا لما يخدم عشرة يوزر في السمول سيل يبقى احسن باكتنا ما يخدم مين? اما يخدم الف يوزر. تمام كده? يبقى هو بقول لك هنا. قال له هاي ده ثلاثة. خلاص عارفنا الكلام ده وعرفنا له سمول سيل. وانا كده كده مش هحس بالعيب بتاع الملميتر ويب في السيليولر سيسم لان كده كده حجم الخلية هيكون قليل. تمام كده? بقول لك السيليولر اكسس بقى بيقول لك باستخدام ميتين متر آد تمانية وعشرين جيجي هرتز وتمانية وتلاتين جيجي هرتز. اشهر بندين الناس شغال عليهم كابليكيشن في الملميتر وييف اللي هما تمانية وعشرين جيجا والتمانية وتلاتين ايه جيجي هرتز. وفي تقريبا تلاتة وسبعين على ما اتذكر. يعني تلاتة وسبعين جيجا بس في قليل شوية بس بتركيز كله على مين? على تمانية وعشرين جيجا اكتر. اكتر رينج ومشهور حتى الان في الملميتر وييف. التمانية وعشرين جيجي هرتز. بقول لك ان السيل سايز الريدياس ما يزيدش عن ميتين متر. تمام كده? طب اعمل ازاي ممكن نعمل ازاي ممكن نعمل ميتين متر بعد كده اكمل بتاعك. تمام كده? تالت حاجة يعني ايه بقى كلمة قولنا اتكان كونكت ها? مش هنقوله تاني بس هو مكتوب هنا و اتكان كونكت كونترولر يعني يربط كونترولر باكتر من مش احنا قلنا ان في مدير لها هيبقى اكتر من بتتخدم من نفس كونترولر يبقى ايه عشان اربط باكتر من باكتر ده بسميه والباكهول ده لازم يكون وفيري هاي داتا ريت. فالملي متر ويف تقدر تقوم بالوظيفة دي سهل جدا جدا لانا سببورت لهاي باندويتس فبالتالي سببورت لهاي داتا ريت. برضو يعني ربط اكتر من باكتر من باكتر كنترولر بالكور نتورك. تمام كده? يعني الباكهول بيعمل ايه? ها? ربط اكتر من بيز ستيشن ببيز ستيشن كنترولر وربط اكتر من بيز ستيشن كنترولر بالكور نتورك. تمام كده? الملي متر ويف لانا سببورت الوايدر باندويتس فتقدر تسبورت الايه? ها? لداتا ريت عالي. تمام كده? علشان كده ايه? ها? هتقدر تقوم بالوظيفة دي بسهولة جدا جدا كده؟